آيات القرآن الكريم أظهرت لنا ذلك عندما يقول الله لنا في القرآن الكريم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل يبقى المعاق نريد أن نصحح المفهوم ليس من فقد جزءاً كلياً أو جزئياً في جسده أو فقد نعم المعاق هو الذي لم يستخدم نعم الله جل وعلا التي أنعم بها عليه في الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عشان كده اللفظة دي ذات نفسها أو المعنى دي أو المادة دي ذات نفسها لم تلت في القرآن الكريم إلا مع المنافقين قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا إذن المعوق والمعاق كلاهما يستخدم في القرآن عن شخص أعاق نفسه أو أعاق غيره عن الوصول إلى الحق عن الوصول إلى المعنى الحقيقي دي التعايش السليم في هذا المجتمع يعني هو حتى لو ما كانش عوق غيره عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى عوق نفسه أعاق نفسه ما كانش اللفظ هذا أطلق عليه إذن هو أعاق نفسه بنفسه عن الوصول إلى الحق وحاول أن يعيق غيره فسمناه معوق ومعوق أو معاق لكن أصحاب الهمم ما وردش في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة هذا التعبير أبدا بل على العكس هنجدهم موجودين وبالمناسبة في كثير من مشاهير الصحابة كانوا عندهم بعض الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبرهم بيها سيدنا مثلا عبد الرحمن بن عوف كان به عرج رحمه الله في غزة أحد صحيح مصيبة في غزة أحد سبب له عرجا صحيح وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم الذي عاتب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه وانظر إلى البشارة الذي كلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم قال له مرحبا بمن عاتبني ربي فيه